تشف البنك المركزي المصري عن انخفاض معدلات تضخم في مصر بنهاية شهر مارس 2023 وذلك للمرة الأولى منذ شهور وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر مارس من نفس العام بنسبة بلغت 0.8% بالمقارنة بنهاية شهر فبراير 2022 كما أوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع ليسجل معدلا شهريا بلغت 39.5% بنهاية مارس 2023 بالمقارنة ب40.3% في نهاية فبراير الماضي بينضم إلينا من القاهرة محمد أنيس الخبير الاقتصادي أهلا بك معي يا أستاذ محمد خلينا نبدأ نشرح بشكل مبسط للمواطن الغير مختص بالملف الاقتصادي اللي بيحاول يفهم الفرق بين الأرقام البنك المركزي بيحسب على أساس التضخم على أساس شهري بيقول أنه وصل 39.5% وده انخفض عن الشهر الماضي اللي كان فوق الـ 40% لكن في نفس الوقت بنيرى في رويترز وفي دوريات اقتصادية أخرى أنه على أساس سنوي واصل حوالي 32.2% وهو من أعلى المعدلات التضخم اللي مرت على مصر إيه الفرق ما بين الأرقام دي يا فندي؟ تحيات لحضرتك يا أستاذ الفلما والفريق إعدادك ولكل مشاهدينك الكرام الحقيقة أن الرقامين اللي حركت ذكرتهم هم الاثنين على أساس سنوي لكن الفرق ما بينهم هو النداء في التضخم العام والتضخم الكور التضخم اللي هو الأساسي الكور ده اللي هو في حدود 31% دلوقتي بينما التضخم العام هو اللي كان اقترب من 40% وانخفض وكلهم انخفض في الآخر قراءة التضخم الأساسي يختلف عن التضخم العام أنه بيبقى منزوع منه بعض الأمور اللي بتبقى محددة إداريا زي مثلا أسعار الأسعار المحروقات وبعض الأمور اللي بتبقى حركة الأسعار فيها شديدة الارتفاع بعض المنتجات الغذائية زي الخضروات وخلافهم ده الفرق ما بين الكور الأساسي التضخم الأساسي وما بين التضخم العام كلهم في آخر قراءة انخفض أقل قليلا من الشهر الماضي لكن الحقيقة الأهم لو احنا عايزين نتناول موضوع التضخم هو أن نحن نبقى فاهمين التضخم دلوقتي اللي هو بكل تأكيد مرتفع أسبابه إيه وليه التضخم اللي هو حاجة و30% دلوقتي كان من سنة ونص كان بالمناسبة كان حوالي 3% كان أقل من المستهتف بتاع البنك المركز اللي كان وقتها 7% الموضوع بمنطها البساطة أنه كان فيه أسباب خارجية مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية عشان كده كنا بنقول عليه التضخم مستورد الأسباب التضخم المستورد ده اللي هو كان ناتج عن ارتفاع المحروقات وارتفاع السلع الغذائية المستوردة وخلافه ده في بداية هذه الموجة التضخم من حوالي سنة تقريبا الأسباب الرئيسية دي أدت إلى بداية ارتفاع التضخم في مصر بداية ارتفاع موجة الأسعار تلاها تأثيرات على سعر الصرف تلاها انخفاض في قيمة الجنيه أمام العملات الدولية وده بقى هو الدافع الأكبر لعملية ارتفاع التضخم الحالية دي أول نقطة عشان نبقى فهمين التضخم نقطة الثانية وهي مهمة جدا ونحن نأول هذا الأمر نحن نبقى عارفين ان نحن تقريبا دلوقتي في قمة حكتين في قمة موجة التجديد النقد العالمي اللي هي متسببة في أحد مسببات موجة التضخم العالمية وبالتالي البنوك المركزية العالمية على مقربة من هي لا ترفع الفيضة أكتر من المستوردات الحالية ده الأمر الأول الأمر الثاني أن نكون في زروة موجة التضخم المحلية في مصر المصاحبة لهذه الظروف الدولية إذن فالأرقام صحيح مرتفعة وصحيح تكاد تكون تاريخية ولم تسجل في السابق لكن نحن قربين من مستواتها العليا وموجة التضخم ده بشكل أو بآخر خليني أستاذ محمد أنا أسألك مرة تانية بعد السؤال اللي جاي ده عن الظروة ده معناه أن أنت بتتوقع أن يحصل انخفاض خليني نأجل بس السؤال ده ثواني ونكلم المواطن العادي تاني اللي أنا مهتمل هو الحقيقة لأن الملف الاقتصادي هو ملف دائم على مائدة الحكومة المصرية دلوقتي فإحنا نحاول نشرح بشكل أبسط للمشاهد المقر يكون غير مختص بالملف دوان ده معناقي تأثيره إيه على حياته هو الشخصية تأثيره إيه على أسرته على المصاريف اللي هيصرفها على الأسعار في الفترة اللي جاي فضل تشوفي حضرتك في النهاية كلنا سواء كنا متخصصين أو في الاقتصاد أو لأ مسؤولين أو غير مسؤولين في النهاية فكلنا مستهلكين وبالتالي لما يبقى فيه موجة تضخم علي يعني فيه ارتفاع في الأسعار ده بيأثر علينا جميعا كمستهلكين ده أمر طبيعي جدا لكن النقطة المهمة كمان إن المواطن الأساسي زي ما بيتأثر بارتفاع الأسعار اللي موجود حاليا أهم حاجة عند المواطن وديه نقطة اقتصادية وسايكولوجية كمان ونفسية أهم حاجة زيادة الدخله وعملية زيادة الدخل بنسب تواكب قدر المستطاع معدلات التضخم المرتفع أو أزياد في بعض الأحيال بتحاول الحكومة المصرية نهيتهم بيها في الفترة الماضية على سبيل المثال مثلا أن فيه تلات حزم تم تنفيذها منذ بداية الحرب الكرونية الروسية إلى الآن كحزم دعم للمواطنين برفع قيم المعاشات برفع قيم التأمين أو يعني اللي هو التأمين الاجتماعي بمعنى الدعم اللي موجود على الدعم الجزائي يعني اللي موجود على بطاقات التموينية وأيضا رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور زيادة قيم الدخل بتاع المواطن دي بتبقى نقطة مهمة جدا وحاسمة جدا طب أنا عايزة أسألك سيد محمد لأن يعني أنا أسألك برضو سؤال من وجهة نظر اقتصادية بحتة هل الزيادة اللي تمت زي ما حضرتك ما قلت وتابعناها كلنا على مدار العامل الماضي برفع الحد الأدنى للأجور وبرفع أيضا المعاشات وبرفع نسبة الإعفاء الضريبي هل كانت مواجبة لنسب التضخم اللي احنا بنحكي عليها طيب يعني أولا نسب التضخم دلوقتي زي ما احنا شايفنا هي في حدودة الـ 40% لكن عشان نقول هي كانت مواجبة لا لا يبقى لازم نبص على مرحلة كلها على بعضها يعني آخر سنة هتلاقي فيه 3 رفعات في حد الأدنى للأجور من 2000 لـ 3500 وده أكثر من 70% فالتضخم دلوقتي 40% ده مثال الأمر الآخر وأنه حارك تبصي على المرحلة كلها على بعضها المرحلة الاقتصادية على بعضها يعني منذ بداية تنفيذ برنامج وصلاح الاقتصاد يعني من أوخر 2016 لحد الآن هتلاقي معدلات رفع معدلات رفع دخول المواطنين أزياد من معدلات التضخم على إجمالي الـ 6 سنوات أو الـ 7 سنوات اللي احنا أحنا أتكلم حضرتك عليه فزيادة دخل المواطنين ده أمر مهم جدا وحاسم جدا حتى لو ليه تأثيرات تضخمية مؤقتة لكن يعني بيبقى ليه تأثيرات هامشية في زيادة التضخم لأنها زيادة للإنفاق أو زيادة للقدرات الشرائية لدى المواطنين لكن بيبقى موجود عند المواطنين اللي هم أو زيادة هذه الزيادة بيبقى موجودة عن فئات من المواطنين ممكن يا سيد محمد يعني حضرتك بتقول إنه نحن نبصلها في خلال الفترة مجموعة الفترة كاملة أيضا اقتصاديا أنا أمكلم على حضرتك اقتصاديا أكيد حضرتك تبعت كل الحوارات اللي درتها على السوشيال ميديا المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو حتى بالمدخرات اللي كانت شباب حوشوها وبنسبة الحد الأدنى للأجور دي مقارنة بقيمتها الدولارية كام لأن بالتأكيد السوق المصري للأسف معتمد بشكل كبير جدا على قيمة الجنيه مقابل الدولار نتيجة لأن معظم البضائع اللي موجودة في السوق المصري للأسف مستورادة حتى الآن نتمنى أن دون يتغير في المستدر لكن مقارنة بهذا الشكل فنم هل فعلا النسب اللي تمت بيها حضرتك شايف إن هي مناسبة؟ اقتصاديا مرة أخرى طيب فضل طيب هو الحقيقة إن المقارنة اللي هتبقى مع سعر الصرف هي مقارنة هتكون غير عادلة يعني ليست في صالح الدخول ليست في صالح الجنيه المصري بكل تأكيد لأن ده دي مرحلة كان فيها political and economic reform كان فيها يعني عادة هيكلة سياسية واقصادية فده له تبعات مالية واقصادية بكل تأكيد يعني مفهومة جدا لكن لو رجعنا تاني نقطة التضخم أنا عايز حضرتك كمان يعني نتكلم على الفايدة البنكية لو تحبي لأن هي مرتبطة جدا بموضوع التضخم وكافية التعامل معه أستاذ محمد بس نعند تعليق واحد بعد إذن حضرتك أن الدولار في شهر مارس دي الأيام دي العام الماضي كان بحوالي نص ثمنه في الفترة دي وده ما كانش فيه أي تغيير سياسي في الفترة دي خلال العام الماضي العام اللي احنا بنتكلم عليه دو اللي المدخرات المصريين لو بقيمتها الدولارية نزلت فيها للنص ما كانش فيه أي تغيير سياسي على العكس احنا فيه أهم مراحل الإستقرار السياسي بتمر بيها باصر الآن اتفضل أستاذ محمد نتكلم عن البنك المركزي اللي رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي 200 نقطة فندم وتأثير ده على التضخم خاصة أن وقتها البنك المركزي نفسه أعلن في البيان بتاعه وأن ده لكبح الجماح التضخم شرح لنا العلاقة ما بينهم تعليقك سليم بس العام الماضي ده كان فيه تأثير غير مباشر بتغييرات السياسية اللي كانت موجودة في شهر أوروبا في أوكرانيا تحديدا السؤال لحضرتك بقى التضخم والفايدة آخر تلات اجتماعات مهمة جدا التسلسل بتاعهم لأنه كان فيه رفع 3% ثم يعني تثبيت ثم رفع إضافي إلى 2% ده معناه بمنطقة البساطة أن المركز المصري واخد قرار بأمرين بمحاولة مواجهة التضخم من خلال تجديد السياسة النقدية ده أولا ثانيا التواكب مع سياسات التجديد النقدي العالمية اللي على رأسها تقريبا طبعا الفيدرالي أظن بعد الإجابة دي ممكن يبقى واضحة لحضرتك ليه دلوقتي أنا قلت في بداية حادثنا أن إحنا قريبين من زروة أو قمة أمرين قمة أو زروة تجديد السياسة النقدية محليا ودوليا وقمة وزروة التضخم وأنه هو بشكل أكيد هيبقى فيه انخفاض فيه معادلات التضخم في النصف الثاني من عام 2023 وكذلك معادلات الفيدر طبعا بعد ما التضخم ينخفض أولا وبعد ما البنوك المركزية الدولية يعني تبدأ تخفض الفيدر بشكل أساسي أو بشكل مبدعي طب أنا عندي سؤال في النقطة دي يا سيد محمد لأن حضرتك بتقول أن الناس بتضخم على تكديدة الخفض مع النصف الربع الثاني من 2023 طبعا حضرتك متذاكر دكتور معي تأعلن من أسبوعين أن هو بيتوقع أن المعدل للتضخم يصل إلى 16% وأنه ده التوقع اللي موجود في الموازنة اللي تم اعتمدها بالفعل اللي بيتمها المنقصية في مجلس النواب لعام 20 23 24 هل هل النسبة دي بتتوقع أن نحن نوصل لها فعلا في العام المالي الجديد 16% أنا توقع أن المعدل للتضخم هيبدأ انخفض في النصف الثاني من 2023 نعم 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 قراءة 1 يوليو في العام الحالي 16% ده المستهدف عادة في الحالات لزي كده بيبقى المهم الترند مش الأرقام يعني مهم أن بالفعل التضخم يبدأ ينخفض لأنه لما يبدأ ينحصر ساعتها يعني هيبقى فيه التحكم في هذا الاتجاه التضخمي سواء كان هيصل إلى 16% أو هيبقى حاولين هذا الرقم شيء جيد أولا يعني إحنا يعني إحنا بعيد عن هذا الرقم 16% يعني بعيدة جدا عن 39% الحالية نعم وبالتالي المهم جدا أنه نحن نبقى ماشيين في هذا الاتجاه حتى لو وصلنا لعشرين أوائل حاجة وعشرين يعني مع ناهية العام ده هيكون مقبول لأنه نحن في في ظروف تضخمية استثنائية ده ما كانش الأمر الطبيعي عشان كده قلت لحضرتك في بداية حادثنا التاني أن من سنة ونص كانت تضخم 3% و4% وده كان أقل كثيرا جدا من المستهدف المركزي مستهدف المركزي 7% يعني الظرف الحالي بشك بمجمل وكده سواء كانت الظروف الداخلية اللي مرتبطة بين خفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أو الظروف الخارجية اللي مرتبطة بحرب أوكرانية وأمر استثنائي ويضاف إلى ذلك طبعا تجديد السياسة النقضية من البنوك المركزية وأنا عايز ألاحرك أن بيانات سوء العمل الأمريكية تشير إلى أنه ممكن يبقى فيز ارتفاع فهم عدلات البطالة مع انخفاض التضخم في النصف الثاني من 2023 يبقى بمطاعة البساطة الفيدرالية هيبدأ يخفف السياسة النقضية مع نهاية 23 أو بداية 24 أنا متوقع مع بداية 24 ده هيبدأ يخفف الضغوط على العملات الأسواء النشأة اللي من ضمنها الجنين المصري لأن الجنين المصري في العامل الماضي لما انخفض بقيمة 50% أمام الدولار صحيح طبعا كان في العوامل الداخلية اللي تكلمنا عليها لكن كمان تجديد السياسة النقضية الدولية كان عامل حاسم جدا أو معنى آخر أن الضربات اللي توجهت للعملات النشأة في الظرف العامل الماضي كانت حاسمة في الوقت اللي كان فيه أسواء من ضمنها سوق المصري بيعيد هيكلة طبعا على حديثة أساس محمد على قيمة الجنين برضو بنتابع تقارير التصدي في الفترة الأخيرة بتقول أن فيه ضغوط بتتعرض لها مصري سواء من صندوق النقضة أو من الشركاء الاستراتيجيين لخفض قيمة الجنين مرة أخرى هل بتتوقع أنه ده يحصل؟ أنا رأيي شخصي أن السعر التوازني للجنين هو ما بين 30 إلى 32 التي هي القيمة الحالية لكن ما زال هناك فجوة بين العرض والطلب قد تؤدي هذه الفجوة إلى انخفاض في قيمة الجنين لكن الأهم أن مع إعادة التوازن استعادة التوازن ما بين العرض والطلب سينزل سعر تاني للمرحلة أو للرينج السعر اللي أنا بقول الحركة على إيدها لما بين 30 إلى 32 لأن هذا سعر التوازني العادل ما بين العرض والطلب للجنين المصري أمام الدولار الأمريكي تفعيل وعشان أنا هنا بقول تفعيل تفعيل الاتفاق مع صندوق النقض الدولي بتنفيذ الأطرحات الحكومية التي تم الإعلان عنها ل32 شركة واكتزاب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة التصدير اللي مفروض تبدأ تظهر في الأرقام المصرية أو الموازنات المصرية أو مزال مدفوعات المصر في الربع الثاني والثالث من 2023 ده اللي هيسد الفجوة اللي ما بين العرض والطلب وبالتالي ما بين العرض والطلب على الجنين المصري أمام الدولار وبالتالي يبقى في حالة من التوازن ما بين العرض والطلب عند المستوى السعر اللي أنا قلت الحرك عليه ما بين 30 إلى 32 بشكرك كنت معنا من قاهرة أستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي شرفتني أستاذ محمد نورتني شكرا للمشاهدة